وفي الانتقال إلى مكان الحسم لتحديات العراق وصلت مدايات التحدي بين القوى السياسية في البيت الشيعي مرحلة لا عودة للتوافقية حيث حشد تيار الصدري والإطار التنسقي قوهما في الشارع البغدادي وجها لوجه مع موصلة أمنية باتجاهات مختلفة ما يقود إلى عدة احتمالات يتقدمها التفاوض على ثوابت جديدة ويباعد بينهما المواجهة المسلحة ويقول مختصون أن عدم تدخل مرجعية النجف يوحي بأن الأمور ما زالت تحت السيطرة نضيحين أن طهرانية الأخرى أبلغت الشميع بأن الحوار أفضل طريقة لحل الخلافات وتجاوز الشعب العراقي هذه الفترة بكياسته وحكمته وبين هذين الموقفين لا يزال التيار والإطار على موقفهما من تأييد الاعتصام بالمنطقة الخضراء أو رفض التعدي على النظام السياسي ما يدفع إلى الاعتقاد بأن كلمة الفصل ستكون بقياس كل فريق لقوة الآخر والقبول بوساطة خارجية تعيد الأمور إلى نصابها وبوجوه جديدة في إشارة إلى تغيير محتمل برئاستي الجمهورية والحكومة ترجمة نانسي قنقر